مساء الخير يا جماعة يارب تكونوا بخير واموركم تمام بهذا الفيديو هندرس اول ملف من ملفات المايكروبيولوجي ضمن اكاديمية العلا انا مرام شاب طبيبة عامة بوزارة الصحة الاردنية وان شاء الله راح اكون معكم طول هاد المساق اهم معلومة دايما بحكيها لطلابي اول ما ندأ مايكروبيولوجي وبيضل اعيدها طول الفصل انه التكنيك للنجاح ولانه تاخد علامة عالية بهذا المساق هو التكرار كثير مهمة نكرر ماكروبيولوجي اليوم نقرأها اول مرة بناخد يعني اليوم نقرأ هذا الملف اول مرة بناخد 10-20% منه ان شاء الله اكثر لاني راح احاول احفظكم الاشياء واحنا ندرسها سوا لما تعيدوا بيرتفعوا بيصيروا 40% تعيدوا المرة الثالثة بيصيروا 60% تعيدوا المرة الرابعة بتحفظوا 100% وعلى قدر ما التكرار كثير مهم لهذا الفصل عملتلكم flashcards هدول اللي flashcards فيهم الباستير كوستشنز والسجستد كوستشنز يعني اسئلة احتمال كبير النتيجي واهم المعلومات بالملفات يعني اللي ما بيدرس الملف او بيدرسه حاليا بس وقت الامتحان ما بيلاقي وقت يراجعه ضروري جدا تكونوا باسمين لflashcards ظهرا عن غيب غيبا عن ظهر مش عارف المهم اوكي ضروري جدا تكونوا حفظينهم لان احتمال كبير الاسئلة بنسبة 90% تكون من ضمنهم هلا نحكي بسم الله الرحمن الرحيم هذا الملف الاول شامل محاضرتين جامعيات محاضرة الانتروداكشن محاضرة المايكروسكوم هدول المحاضرتين اعطاهم دكتور ناصر قبلان خلينا نتفق اي اشي بخطخطه بالاحمر اوكي بس هاد عشان نقشر واحنا نكون ماشيين على السطر مع بعض اي اشي باللون الاصفر ضروري تكونوا حظينه اند هو موجود already بالflashcards نحكي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه احنا من اول ما فتحنا هذا الفيديو احنا نحكي مايكروبيولوجي مايكروبيولوجي فشو هو المايكروبيولوجي انا دايما الكلمات الكبيرة زي ايك بحب اقسمها مايكرو اذا بتتذكروا بالمدارس وبالجامعة اللي هي وحدة قياس الاشياء الصغيرة بايو اللي هي الاشياء الحية وبايولوجي دايما لوجي هاي كلمة لوجي اللي هي علم فهو علم دراسة الاشياء الحية الصغيرة تيني طيب ليه صغيرة لاني ما بقدر اشوفها الا باستخدام المايكروسكوب طيب شو اسمهم هاي الاشياء الصغيرة مايكرو ارغانيزمز او مايكروبز تمام هدول المايكرو ارغانيزمز واحدة من خصائصهم انهم يوبكوتس شو يعني يوبكوتس يعني موجودين في كل مكان على الطاولة جوا الثلاجة على الكولر على الكرسي على جسمك جوا جلدك جوا بطنك جوا تمك إلى آخر في كل مكان وهذا إيجا سؤال مرة أنه أو كان سؤال له أنه مثلا المايكروب كذا الكولستريديم ديفيسر كذا إلى آخر فاختار الكوريكت ماش فكان الجواب أنه المايكرو أرغانيزمز أر يوبيكيو تس تمام هدولة لأنهم كثار ومنتشرين في كل مكان العلماء حكوا لازم نقسمهم تقسيمات عشان تسهل علينا دراستهم فقسموهم عدة تقسيمات التقسيم الأول حسب الباثوجينيسيتي تبعتهم شو يعني باثوجينيسيتي إذا أنتم تعرفوا أكيد تعرفوا عندكم مصاق كامل اسمه باثولوجي اللي هو عمل علم الأمراض فالباثوجينيسيتي هي قدرة هدولة المايكرو أرغانيزمز إنهم يعملوا أمراض أنا بصنفهم حسب هاي القدرة فبصنفهم إلى قسمين الصنف الأول إنه المايكرو أرغانيزمز اللي بيعملوا أمراض شو اسمهم باثوجينيك تمام اللي مهم بهذا الموضوع إنه نعرف إنه الباثوجينيك مايكرو أرغانيزمز قدش نسبتهم 3% يعني أنا كل المايكرو أرغانيزمز اللي درستهم بالحياة بس 3% بيعملوا أمراض وهذا الرقم كثير مهم تمام فكون قسمناهم إلى باثوجينيك يعني بيعملوا أمراض أكيد القسم الثاني من باثوجينيك بيعملوش أمراض وهدولا من باثوجينيك بقسمهم قسمين القسم الأول اسمه opportunيستيك شو يعني opportunيستيك يعني المايكرو أرغانيزمز اللي بالأصل ما بتعمل أمراض من باثوجينيك ولكنها تستغل الفرصة تنتهز الفرصة تنتهز الأبورتونيستيتي ليش تكوز لتعمل مرض يعني هي بالأصل فرصة المناسبة لحتى شو لحتى تعمل مرض قديش نسبتهم عشر رب المية فشو هدول هدول المايكروبات الانتهازية التي تنتهز الفرصة أوكي هذا القسم الأول القسم الثاني اللي هم الانداجنس مايكرو فلورا أو اسمهم الثاني مايكرو بيوتا هدول ضروري نحفظهم ونعرف إنه هذا الاسم يعني هذا الاسم شو هم هدول هدولا مايكرو أرغانيزمز بيعيشوا على وجو جسم الإنسان يعني أنت جسمك فيه مايكرو أرغانيزمز وعلى الجل تبعك فيه مايكرو أرغانيزمز والميزة تبعتهم إنهم عشر أضعاف خلايا جسم الإنسان يعني لو أنت عندك عشر تريليون سيلز ففيه جو جسمك وعلى جسمك 100 تريليون مايكروبز تمام هدول الأرقام برضو مهمين تمام وطبعا المايكرو بيولوجست لما بدون يجوا يحكوا مزحة لبعض بيحكولوا والله أنت عشر بالمية إنسان وتسعين بالمية بكتير يعني هيك بيمزحوا مع بعض مش موضوعنا تمام هدول الاندجنس مايكرو فلورا اللي هم أدوار إيجابية بنفيش يرول شو أدوارهم الإيجابية أو دورهم الإيجابي إنه بعض المايكرو فلورا اللي بتعيش جوى الانتستان انتستين الفلورا هي مسؤولة عن بتنتج فيتامينات زي إيش زي فيتامين ك فيتامين بي ون بي 5 بي 6 بي 7 بي 9 بي 12 وإيجا سؤال مرة all of the following vitamins are produced by intestinal flora except كان الجواب فيتامين C ومرة كان الجواب فيتامين A ممكن يجيب لك بي 1 أو اسمه أو يجيب لك يعني يا بي 1 يا اسمه ممكن غالبا يجيب فوليك أسد يعني ما يكتب بي 9 يكتب فوليك أسد فهذا الدور الأول وبرضه حكينا بنحفظ هاي المعلومات الدور الثاني إنه هدول المايكرو أرغنزمز دائما موجودين قلنا جوا وعلى جسم الإنسان فبيجي الجهاز المناعي بيقول هدول المايكرو أرغنزمز مش عبارة عن تشيو من الجسم هدول مش جسم إنسان هدول إشي غريب فأنا خليني أصنع ضدهم إيش أنتيباديز أوكي فدايما الإميون سيستم جوا جسم الإنسان رح يكون متحفز يصنع أنتيباديز أو واتفر يعني يعمل ردة فعل ضد هدول الانتستينل أو واتفر المايكرو فلورا الموجودة جوا جسم الإنسان يعني مصدر ثابت ومستمر للأنتيجن شو الأنتيجن اللي هم الأشياء اللي بيجي جهاز المناعة بيعمل ردة فعل عليهم أوكي الإشي الثالث الدور الثالث واللي كثير مهم إشي اسمه مايكروبيا الأنتاقونيزم تمام وهذا المصطلح سوري هذا المصطلح لازم إحنا إيش نحفظه شو المايكروبيا الأنتاقونيزم أنتا يعني ضد أوكي فالمايكروبيا الأنتاقونيزم إنه هدول المايكروفلورا بي Nedenعوا الباثوجينز إنهم يعملوا مراض يعني بيوقفوا بوجه الباثوجينز بيقول لهم يا بتGirls لا تعملوا أمراض هون So they are responsible of prevention of opportunistic pathogens over growth and colonization بيمنعوا هدول الباثوجينز إنهم يعملوا أمراض عن طريق إنهم يتكثروا جوا جسم الإنسان طب كيف بيمنعوا هدول الباثوجينز يعني لنفترض أنه جسم الإنسان فيه مساحات هاي المساحات كلها معبيا نورمال فلورا لما ييجي الباثوجين ما راح يلاقي مكان يقعد فيه أو هاي المايكرو فلورا بتأكل كل الأكل اللي موجود جوة جسم الإنسان فالباثوجين لما ييجي ما بيلاقي أكل يأكله So they compete الباثوجين for nutrients الأكل and colonization sites المساحات تمام؟ فبيصير إشي اسمه colonization resistance يعني بيصير جوة جسم الإنسان مقاومة لإيش؟ لالcolonization تبع الباثوجين تمام؟ والندور الثاني وبرضه كثير مهم اللي هو production of bacteriocines شوهم البكتيريوسينز؟ مواد يعني هدولة المايكرو فلورا بتنتج مواد هاي المواد بسميها بكتيريوسينز هاي المواد اسمها بكتيريوسينز كيف بتشتغل؟ بتقتل الباثوجينز تمام؟ طيب هدول البكتيريوسينز بدي أنزل هون وأدرسهم هذا الجدول المقارنة بين البكتيريوسينز والأنتي بايتوكس بالعادة بيجي عليه سؤال شوهم بالبكتيريوسينز؟ قلنا عبارة عن مواد هاي المواد عبارة عن بروتينات بتشتغل ضد الباثوجينز الثانية فهي أنتي بكتيريال مين بنتجها؟ بعض البكتيريهات زي مين؟ زي الإيكولاي زي السودومونس زي الباسلس تمام؟ أعطينا مثال على البكتيريوسين أهم معلومة هاي صراحة يعني بهذا المربع أهم معلومة إن الكوليسين تنتجه الإي كولاي مين أقوى؟ البكتيريسين ولا الأنتي بايوتكس؟ البكتيريسين أقوى. بس شو مشكلة البكتيريسين مع إنها أقوى؟ إلا إنه مجال عملها ضيق. تمام؟ يعني بتشتغل على بكتريات محددة. مثلاً الإي كولاي تنتج الكوليسين. هذا الكوليسين بيشتغل على أشياء بتشبه الإي كولاي أو الإي كولاي نفسها. تمام؟ ليش هدول البكتيريسين أنا ممكن أستخدمهم ب as a microbiologist for epidemiological bacterial typing. يعني بتدي رسات. تمام؟ أما الأنتي بايوتكس فهم عبارة عن مواد كيميائية chemical substances بنتجهم من micro organisms بتعيش بالتربة. سواء كانت هاي الميكرو organisms bacteria أو mold. mold اللي هو عفن. اللي هو نوع من أنواع الفطريات. تمام؟ أعطينا مثال عليها الكوليستين طب كيف ننميز أو نفرق بيناتهم. أنتي بايوتك. كوليستين هاي فيها حرف T والأنتي بايوتك فيها حرف T. تمام؟ طيب هاي الأنتي بايوتكس مع إنها أقل قوة less potent إلا إنها بتشتغل على نطاق أوسع. يعني بتشتغل على بكتيريهات أكثر. طيب ليه باستخدم الأنتي بايوتكس for treatment of bacterial infections. إجا سؤالين سنوات على هذا الموضوع. مرة إجا أن all of the following are correct except وكان حط معلومات من هاي الجدول واحدة من الجمل كانت إنه الانتي بايوتكس are used for the treatment of viral infection. لا هي لا تستخدم لعلاج العدوى الفيروسية ولكنها تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية. هذا مرة سؤال إجاة. ومرة سؤال إجاة إنه ليه تستخدم باستخدم البكتيريهات. باستخدم البكتيريهات. باستخدم البكتيريهات. باستخدم البكتيريهات. تسخدم البكتيريهات. باستخدم البلدر. انا هي ذك mostly ها اسئلة تمام تمام هاي اذا اول طريقة انه المايكرو فلورة تصير سيئة او تنتهز فرصة انه الفرصة تكون انه يتغير مكانها ثاني نقطة وهاي كثير جدا 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 مهمة احنا بيجونا على المراكز الصحية بيكون المريض فايت بده والله الكابسول الصفرة الكابسول الصفرة باي ديوي هو دو اسمه الاموكسيسيلين او اللي موجود برا بالصيدليات عفوا هيك اموكسيسيلين او موجود برا بالصيدليات لون الكابسولة اسود واحمر خلص هو مقرر انه بده هاي الكابسولة او بيجي بقولك بدي الاموكلان طيب ليه بدك الاموكلان والله حلقي بيوجعني تفحصه بتلاحظ انه اه عنده تنزلايتس عنده التهاب باللوز بس هذا التهاب باللوز التهاب فيروسي ليه لانه اللوز من تفخة بس لونها احمر لو كان بكتيري بيكون على اللوز تقيوحات بيضة تمام فانت بتقوله والله يا عمي هذا التهاب فيروسي ما بده مضاد حيوي ما بيرود عليك وبيضل وراك وراك انت ما بترضى تكتب له بيطلع الصيدلية بشتري اموكلان بياخده هذا شو معناه اخد اموكلان بلا داعي اخد مضاد حيوي بدون داعي لما ياخد مضاد حيوي بدون داعي او ياخد مضاد حيوي لفترات طويلة برولونج يعني مطول يوز اوف برود سبكترم انتي بايوتكس يعني انتي بايوتكس اللي بتشتغل على انطاق واسع بتشتغل على اكثر من نوع من انواع البكتيريا استخدموا لفترة طويلة او بلا داعي رح يقدي لقشي اسمه سوبر انفكشن شو يعني سوبر انفكشن يعني هذا المضاد الحيوي بيبغط البكتيريا بفوض على الجسم ما بيلاقي بكتيريا عاملة اصلا انفكشن يعني ما بيلاقي بكتيريا عاملة عدوى شو بقول يعني انا فايل على الجسم على الفاضي خليني اقتل البكتيريا اللي جوها الجسم مين بروح بكتل النورمال فلورا لما بروح يكتل النورمال فلورا المكان اللي قاعد فيه النورمال فلورا شو بيصير فاضي بيبطل فيه اشي بيجي الوبرشونيستيك مايكرو ارغنزم شو بقولوا ايه مكان فاضي تعالوا نتكاثر لما يتكاثروا بيزيدوا عن العدد المسموح فيه لما يزيدوا عن العدد المسموح فيه شو بيعملوا بيعملوا اشي اسمه super infection وهاي معلومة جدا 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 مهمة وهذا التعريف كتير مهم super infection اذا شو هو super infection هو عبارة عن overgrowth نمو زايد او explosion انفجار سكاني من الopportunistic microorganisms اللي جوع جسم الانسان ليه لانه المريض استخدم antibiotex يا اما بلا داعي يا اما لفترة مطولة طب هاي الopportunistic microorganisms موجودة جوة جسم الانسان اصلا اه موجودة لكن موجودة ب small numbers بأعداد قليلة لما شافت المساحات كبيرة قالت خليني اتكاثر فزادت أعدادها فعملت هذا super infection وهدول الانثياء برضو مهمين وممكن يجي عليهم سؤال يعني يا بيجي تعريف super infection او بيجي انه امثلة على super infection او بيجي انه البكتيريا شو super infection اللي بتعمله في بكتيريا اسمها colostridium difficile او difficile حسب كيف تقرؤوها الماني ولا انجليز ولا whatever هاي البكتيريا بالقلون بتعمل super infection اذا كان بنسبة بسيطة بتعمل anti-biotic اسوسيات الديارية يعني بيصير عند المريض اسهال اما اذا كان كثير حاد الانفكشن والبكتيريا كثير عامل عماية لها ومخرب الخلايا ومخرب الدنيا بتعمل اشي اسمه pseudomembranus colitis تمام فهذا اول مثال وهذا حفظ هذا كثير ضروري انا رسمت لكم رسمة على اساس تساعدكم ب الكلوستريديان difficile هلا راح ارجيكم اياها تمام اوكي مالش 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 هاي الرسمة فاذا استخدام مطول للانتيبيوتكس شايفين هون على يسار الصفحة استخدام مطول او خاطئ للانتيبيوتكس ميس يوز اوف انتيبيوتكس راح ييجي على خلايا القلون هاي خلايا القلون الطبيعية لما ييجي على خلايا القلون راح يقتل مين البكتيريا النافعة فرح ييجي اشي اسمه كلوستريديم ديفيسل هاي هالكلوستريديم ديفيسل هاي البكتيريا البنفس الجية هاي كلوستريديم ديفيسل اصلا موجودة بعدد قليل بتقول له واش اضل بعدد قليل خليني اتكاثر فطلعوا اتكاثرت وكسبت اعداد وقوة زيادة هاي القوة اللي زيادة عملت سوبر انفكشن سوبر انفكشن اس اوكي لما يكون الاشي ميلد بسيط بيعمل عند الانسان ديارية هاي الديارية اوكي اما لما يكون فاري سبير الخلايا بتتدمر كثير بيعمل اشي اسمه سودو ممبرينا سكولايتس اوكي انا حطط لكم هون الجملة احساس نحاول نحفظها سوبر مان اوكي اللي هي عشان سوبر انفكشن واز كلوز اللي هي كلوستريديم ديفيسل طبعا انا حط الاشياء بالكابيتل اللي ترى عشان تحاولوا تربطوه مع بعض دايارية تمام طلعوا دايارية اوكي بيكوز هي ميسز يعني اشطاق اللي هي مسيوز اوانتيبيوتكس لانه يعني رح يصير سوبر انفكشن من كلوستريديم ديفيسل وتعمل ديارية بسبب المسيوز اوانتيبيوتكس تعمل اللي هو سودو ميمبريناس كولايتس وهي الصور رح اضطو لكم اياها على اساس انه تساعدكم الى حد ما بتذكر هاي المعلومات اوكي طيب البكتيريا الثانية برضو او المايكرو ارغانزم الثاني اللي بيعمل سوبر انفكشن واللي برضو ضروري نحفظه اللي هي الكانديدا البيكانز الكانديدا البيكانز عبارة عن فطريات اوكي وهي الفطريات من نوع الخميرة احنا الفطريات الفانقاي بنقسمها قسمين قسم خلايا كثير وقسم خلية واحدة الخلية الواحدة بسميها ييست خميرة فمن الان ثلاثة الخميرة واحدة اسمها كانديدا البيكانز هاي كانديدا البيكانز بتفوت جوة جسم الانسان او يعني هي اصلا موجودة جوة جسم الانسان لكن اذا تكاثرت عن حد المسموح بتعمل مرض اسمه كانديدياس او مونولياس هاي اذا كان موجود جوة بيعمل طبقة بيضة اسمه ثراش او بالفاجاينا بيعمل يست فاجاينايتس وهذا المثال سوري هذا المثال لازم نحفظه تمام فاذا النورمال فلورا بتشتغل اذا غيرت الانتميكال سايد تبح واذا صار الانتيبيوتك الاشي الثالث اذا صار في تغير بالبي اتش تحديدا زياد بالبي اتش فرح تيجي برضو الكانديدا اللي موجودة بشكل طبيعي تتكاثر فتعمل التهاب في المهمل او انه الاميون سيستم يضعف لسبب ما او لظروف معينة سواء امراض او كيموثيرابي فبرضو بتيجي النورمال فلورا بتصير باتوجينز هون دايما انا بحكي اذا طاح الجمل يعني اذا وقع الجمل زادت سيكاكينو او الفلاحين بقولوا سيكاكينو يعني زادت السكاكين اللي فايت عليه يعني الجسم لما يضعف بتزيد السكاكين حتى النورمال فلورا بتصير باتوجينز او ظروف اخرى زي بيرنز لسيوريشنز وونز الاخري تمام فاذا اهم اشي صفحة الاشياء اللي موجودة باللون الاصفر هم يكم سؤال ترى لقدم شوي راح تلاحظوا انهم كثير سهلين وبنحفظوا بسرعة وزي ما حكيت لكم الفلاح كارت تمام اذا اول تقسيم حسب الباثوجينيسيتي قدرة المايكرو ارغانيزم على انه احداث امراض ثالث تقسيم حسب السيليولاريتي يعني حسب هل هدول المايكرو ارغانيزم بتكونوا من خلايا او هدول المايكروبز بتكونوا من خلايا ولا لا اذا ما بتكونوا من خلايا شو بقول اي سيليولر مايكروبز شو اسمهم الثاني انفيكشو بجميع الاحوال هاي الاشياء راح نرجع ندرسها بالمحاضرات لقدام هدول الاي سيليولر مايكروبز عليهم ثلاث امثلة البي عبارة عن بروتينات مسفول بشكل خطأ فيرويدز اللي هم عبارة عن single stranded RNA يعني مادة ويراثية لحالها والبريونز عبارة عن بروتينات لحالها والاشياء الثالث الفيروسز الفيروسز هي عبارة عن بروتينات زائد مادة ويراثية اوكي فهدول الثلاثة عبارة عن انفيكشو بارتكيلز يعني مايكروبات لكن ما بتكونوا من خلايا المايكروبات الثانية اللي بتكونوا من خلايا بسميهم cellular microbes او بطلق عليهم المايكرو أرغانيزم يا اما بتكونوا من خلايا بس ما فيه هاش نوة بقول عنهم بروكاريوت ما فيهم زي الاركاي البكتيريا سيانوبكتيريا او اليوكاريوت اللي هم عبارة عن مايكرو أرغانيزم بس فيهم ترونيوكلياس زي الالجاي تحالب برتزوة اللي هي البدائيات والفنغاي اللي هي الفطريات بجمع الأحوال هاي الجزئية رح نرجع ندرسها بالفرس برضو بس لقيدها الاشي الثالث وبرضو كتير مهم اللي هي according to the technique of causing disease يعني هدول الباثوجينز اللي قولنا نسبتهم 3% ومننا نحفظهم بيجوا بيعملوا أمراض صح؟ طيب هاي الأمراض كيف بيعملوها؟ يا اما بيجي المايكرو أرغانيزم او المايكرو بشكل عام وبيحط سمه جوة جسم الإنسان فالإنسان بمرض وهذا اسمه مايكروبيال انتوكسيكيشن تمام؟ يا اما المايكروب نفسه بفوت جوة جسم الإنسان وبيعمل برض وهذا اسمه انفكشواز ديزيز يعني إذا حط بس سمه شو بسميه مايكروبيال انتوكسيكيشن تمام؟ شو بحط التوكسين طبعه تمام؟ من الأمثل العالميين الاستفيلو كوكا الفوت بويزينين اللي هو الأكل اللي مسمم ببكتير اسمه استفيلو كوكس زي الشورمة أو الفوت بورن بوتيوليزم تمام؟ أو الانفكشواز ديزيز قلنا له التقسيم الثانية هاد بيفوت المايكروب شخصيا وبيعمل مرض بيفوت بهذا المايكروب أو هذا الباثوجين بيتكاثر بيعمل كولوني بيعمل مستعمرة كبيرة وبناء على هاي الكولوني بيصير تغييرات جوة الجسم زي قبل شوي شفتوا كيف الخلايا تدمرت لما الكلوستريديم كثيرات ودمرت الخلايا وعملت سودو من برينس كولايدس تقريبا نفس الإشي وبالمقارنة إنه المايكروب شخصيا جو الجسم بيعمل مرض أكثر حدة من لو حط سمه يعني لو وده رسول عنه اللي هو السم بيكون أخف من لو هو دخل شخصيا فمور إلنسس مور ديثز ذان مايكروبيا الانتوكسيكيش وهو اللي دين كوزة ديث في الانترى بعد هارت ديزيز يعني تخيلوا قديش تمام هذا الجدول كثير مهم وكثير لطيف وكثير حلو وإن شاء الله كثير سهل هذا الجدول بيحكي لك أمثلة على البكتيري هار شو الأمراض اللي بتعملهم شو السندروم زي اللي بتعملهم لإنه إحنا أصدقاء شايفين هذا الجدول الجزئي من هذا الجدول من نشطبه زي هيك ومناش ندرسه أوكي ليه مناش ندرسه لإنه طلعوا إذا بتلاحظوا هون دياريا هون دياريا هون دياريا سندروم يعني إشي بيجي مع أكثر من مرض إحنا بهمنا الأمراض شخصيا تمام فالله مصلي على سيدنا محمد مثلا البكتيريا ممكن تعمل مرض اسمه سكارلت فيفر أو الآن ثراكس اللي هو الجمرة الخبيثة أو التيتنس أو الدفتيريا ترها دول اللي هم مطعم صفعاش وإحنا هلأ منطعمه للطلاب اللي هو تي دي أو اسمه ثنائي الكبار تمام فإذا تي دي هو عبارة عن فاكسين ضد البكتيريا تمام أو تايفويد فيفر أو باسيلاري ديزنتري أو كولير أو بروسولوس إلى آخرين هلأ كيف بيجي السؤال على هذا الجدول بيجي السؤال all of the following are bacterial disease except أو one of the following is bacterial disease وهذا إيجا سؤال مرة كان one of the following is bacterial disease تمام اللي نصلي على سيدنا محمد وموجود كثير خيارات الجواب كان اللي هو البرتسس الووبين كف هذا إيجا سؤال مرة تمام هاي المرة بتوقع ييجي سؤال عن البروسولوس البروسولوس هو عبارة عن مرض سببه بكتيريا هاي البكتيريا بتفوت عن جسم الإنسان لما الإنسان يأكل أو يشرب حليب غير مبسطر un-pasturized milk تمام طبعا شو يعني غير مبسطر رح نحكيه بعد شوي أوكي فكونه انت شربت حليب وبناءا على هذا الحليب انتقلت لك البكتيريا يعني انت انتقل لك البكتيريا من حيوان اللي هو البقرة مثلا اللي أنتجت الحليب أوكي المرض اللي يذي يصيب الإنسان واللي بيكون من تقليله من حيوان بسميه zonotic disease وهذا البروسولوس اللي هو عبارة عن zonotic disease بوصل للإنسان لأنه شرب un-pasturized milk هو most common zonotic disease in جوردن وأنا بتخيل انه هاي رح تيجي سؤال هاي المعلومة بالذات أوكي تمام فإذا هيك بيجي سؤال أو بيجي سؤال أنه واحدة وهي كثير ضروري تحفظوها أنه الجاي اللي هي عبارة عن أصلا تحالب بتعمل مرض واحد هي أصلا بالأصل ما بتعمل أمراض تحالب لكن تعمل مرض واحد اسمه protothecosis تمام وممكن يجي سؤال which of the following cause dysentery هلا dysentery يعني اسهال فيه دم bloody diarrhea هاي dysentery اللي هو سببين يا سبب بكتيري بسمي bacillary dysentery يا سبب بروتوز ولا هي البدايات اسمه amoebic dysentery بيجي سؤال dysentery is caused by مثلا بيحط لك bacteria virus virus fungi fungi bacteria العخري الجواب بيكون البكتيريا والبروتوزو تمام اوكي فهذا الجدول سهل أهم شي تحفظ الأشياء بالمربعات والأهم من الأشياء بالمربعات اللي هي الأشياء باللون الأصفر اوكي تمام هلا احنا من أول المحاضرة عم نحكي عن المايكروبس طيب ليه أصلا احنا بهمنا ندرس المايكروبس لكثير أسباب أول سباب اللي احنا اصلا اللي ساعد نحكي فيه المايكروفلورا اللي موجودة جوة الجسم الإنسان وكيف بتفيد الإنسان تمام حكينا لها الثلاث فوائد الvitamins constant source of antigens والmicrobial antagonism أهم إشي المايكروبial antagonism والفيتامين والإشي الثاني إنه هدول برضو المايكروبس بيعملوا أمراض هما pathogens قولنا قداش نسبتهم ثلاثة بالمية ممتازين فهدول الاثنين بهمونا كأطباء نفهم شو بتسوي بالجسم هلأ فيه أسباب كثيرة ثانية زي إيش الأسباب الكثيرة الثانية طبعا أنا بحب اللون الرد كثير فما بحب أخر بشغل بالرد المهم أو الخمري البرغندي ما علينا شو الأشياء الثانية اللي برضو مهمة إنه هدول المايكروبس برضو بنتجوا أكسوجين برضو بعملية بناء ضوئي photosynthesis وحتى الأكسوجين الناتج مرات بيحكوا إنه البكتيريا أو المايكرو أرغنزم بتنتج أكسوجين أكثر من النباتات بحذاتها زي مين؟ زي بكتيريا اسمها السيانو بكتيريا تمام؟ برضو هدول المايكرو أرغنزم بمثلوا نقطة البداية في السلسلة الغذائية starting point of food chain أعطينا أمثلة أو تعريفات فيه إشي اسمه بلانكتون هو عبارة عن مايكرو أرغنزم صغير بشوفوه شغير بالمايكروسكوب بعيش بالأوشن بالمحيطات أو فيتو بلانكتون هو شوي أكبر من المايكروسكوب هو عبارة عن فود أكل للأنيمال الصغيرة أو زو بلانكتون زو يعني أنيمال كبير وأنيمال كبير هو فود لأنيمال أكبر منه تمام؟ برضو مني مايكروبس بتشتغل سابروفايت وهاي لازم نحفظها هذا التعريف شو يعني سابروفايت يعني محللات يعني هم المايكرو أرغنزم اللي بيقعدوا للدد أرغنزم وبعملوا بيرجعوا الأشياء اللي حللوها الورغانيك نيوترين سوين بيرجعوها على التراب ليه؟ علشان هي مهمة لنمو النباتات أوكي فأهم شي نحفظ نعريف السابروفايت شو ما السابروفايت محللات شو يعني مايكرو أرغنزم تشتغل على الدد أرغنزم تمام؟ برضو هدو المايكرو أرغنزم اللي هم دور اللي هي دورة حياة العناصر زي الكربون نيتروجين أكسجين سلفر إلى آخره برضو لهم دور بالووتر بيوريفيكيشن تنقية المياه وإلهم دور بالديكومبوزيشن أوف اندسترال ويست يعني التخلص من النفايات الصناعية زي إيش نفايات صناعية زي اللي هي النفايات النفطية وإشي اسمه تيترا كلورو إثيلين وهدو لازم تحفظوهم طيب شوه المصطلح اللي بقوله اللي هو بايوريميدياشن شو يعني بايوريميدياشن هو عبارة عن انك انت تستخدم مايكروبات معدلة جينيا لحتى تنظف وراء نفايات الإنسان زي إيش نفايات الإنسان قلنا أويل سبيلز وتترا كلورو إثيلين شو اسمه هذا الإشي انه أنا عدلت المايكروبات لحتى تنظف فراي اللي هي بايوريميدياشن المهم هذا المصطلح في شي اسمه بايو تكنولوجي شو يعني بايو تكنولوجي يعني اني أستخدم المايكروبات بالصناعة بالإندستر سواء صناعة الأكل صناعة الكحول صناعة الأكل صناعة الكحول صناعة المواد الكيميائية صناعة الانتيبيوتكس يعني اللهم صلع سيدنا محمد صراحة يعني ما بتخيل انه رح يجي سؤال على الأكيد ممكن يجي انه اللهم صلع على سيدنا محمد بايو تكنولوجي اكسبت فيحط لك الأمثلة الموجودة بالجدول انت رح تعرف انه قصده عن البيو تكنولوجي مش بايوريميدياشن مثلا لأن البيوريميدياشن هي تنظيف الأشياء أما يحط لك مثلا اللحمة اللحمة المايكروبات بتفيدني فيها الجبن الحليب أو اللبن أوكي تمام برضو أنا ممكن استخدم المايكروبات بل جينيتك انجينيرين وهي مهمة انه أنا اللي هي الهندسة الجينية بحيث اني أنا بستخدم هدول المايكروبات لحتى أنتج إنسولين لحتى أنتج كروث هرمون انترفيرون أو مواد معينة بالفاكسين تمام برضو ممكن استخدم هدول المايكروبات بمسك بكتيريا معينة كانوا يستخدموا الإيكولاي وبتفرجوا عليها وبناء عليها بيحطوا هيك تخيل انه شو ممكن الخلية تكون وهذا المصطلح اللي بعد يكتير مهم بايوليش أو بايو ماين يعني انت تستخدم الاستخلاص المعادن تمام مهم الأشياء الموجودة بالأصفر اللي هي عبارة عن أصلا تعريفات هيك منكون خلصنا الجزء الأول من الملف تمام هلأ الجزء الثاني من الملف بيحكي عن العلماء والمساقات اللي تخصصوا فيها فمثلا احنا الآن عم ندرس اشي اسمه مايكروبيولوجي لو انتو بتكن تتخصصوا بمستشفى المالك المؤسس بعد سلسة سنوات تتبو سنة الامتياز ممكن تتخصصوا اشي اسمه كلينيكال مايكروبيولوجي يعني المايكروبيولوجي اللي له علاقة بالديزيزيز بالكلينيكال هل هذا هو بس المساق الوحيد لا فيه الفيرولوجي اللي هو علم دراسة الفيروسات والعالم اسمه بايرولوجست باكتيريولوجي علم دراسة البكتيريا والعالم اسمه باكتيريولوجست تمام هس نبلش بالمهم علم دراسة الفنغاي اسمه مايكولوجي هاي اجت باست يير كوستجنز وممكن تنسال اصلا تمام اجت اكتر مرة شو اسمه العالم مايكولوجست علم دراسة الطفيليات اللي هي البراسايتس بايروسايتولوجي شو اسمه العالم بايروسايتولوجست هاي الطفيليات هيك بقسمها الى ثلاثة اقسام البدائيات وبروتوزوة الحشرات او المفصليات اللي هي الارث روبوتز والديدان هلملز هلا البروتوزوة شو علم دراستها بروتوزولوجي شو العالم بروتوزولوجست تمام اللي بيهمني علم دراست الايش الانسكتس الحشرات او الارث روبوتز المفصليات شو اسم العلم انتومولوجي شو اسم العالم انتومولوجست بروتوزولوجست يجاي سؤال بدورบر Patienten كيف اجا علم دراست الجاي الافطريات فيكولوجي اسم العالم فايكولوجست علم دراست الانسكت مايكروبز المايكروبات القديمة الأثرية باليو بايكروبيولوجي الى بايكروبيولوجي باليو من بالي الأشياء البالية القديمة فالميكروبات البالية بايكروبيولوجي تمام علم دراسة المايكروبات اللي بتصيب الحيوانات Veterinary Microbiology ولو هاي المايكروبات انتقلت من الحيوانات للإنسان شو بتعمل عند الإنسان Zoonotic Disease أو Zoonosis تمام طيب هلا العلماء عدة علماء بيهمني الأشياء اللي بحكي لكم إياه في عالم اسمه Redloaf Virchow حسب كيف تقرؤوها اخترع نظرية اسمها Biogenesis شو هي نظرية ال Biogenesis إنه الأشياء الحية بتيجي من أشياء حية لأنه كان في نظرية قبلها اسمها A Biogenesis شو يعني A Biogenesis إنه الأشياء الحية إجت Spontaneous وصلي إجت هيك لحالها من هيك فجأة صار في حياة لا Redloaf Virchow قال لك مش فجأة صار في حياة الأشياء الحية إجت أصلا من أشياء حية أخرى فRedloaf Virchow شو النظرية اللي اشتغلها Biogenesis يا بيجي إنه مين اللي حط نظرية Biogenesis فالجواب Redloaf Virchow يا بيجي سؤال إنه شو الماتش الكوريكت فبيحط لك مثلا Redloaf Virchow Redloaf Virchow تمام مع ال Biogenesis فبيكون هذا الجواب تمام طيب العالم الثاني اسمه أنتون فان ليونهوك هو بالأصل مش عالم هو عبارة عن خبير أقمشة واحد كان يتفرج على القماش يصنفه يقيمه فاخترع عدسة هاي العدسة واحدة يعني بتكبر 200 إلى 300 مرة هاي العدسة أصلاً إحنا حالياً نسميها Symbol Microscope ليش Symbol؟ لأنها عدسة واحدة هو قاعد بشوف بالأقمشة شاف البكتيريا والبروتوزوة فيجينا سمينا إيش؟ The Father of Microbiology Who is the Father of Microbiology أنتون فان ليونهوك تمام اللي بعده اللي هو لويس باستور لويس باستور إليه كثير سواليف إليه كثير أشياء فمثلاً هو كان مسؤول عن عملية الالكاهول فرمنتاشن هاي عملية بشتغلوا فيها على الواين هذا الواين بيكون أصلاً ملوث ب اللهم صلى الله عليه سيد محمد بمواد أو بأشياء أخرى فسموا هاي العملية الالكاهول فرمنتاشن مين اكتشفها؟ الويس باستور برضو هو فرق بين الايروبس اللي هي الكائنات اللي بتعيش على الهوى على الأكسجن والآن ايروبس اللي هي الكائنات اللي بتعيش على الأكسجن مدهاش أكسجين وبرضو هو المسؤول عن عملية الباستورايزيشن باستور باستورايزيشن شي هاي العملية عملية تتسخن السوائل عشان تقتل الباستوريشن مش تقتل الميكرو أورغانيزمز لا تقتل الباثوجينز تحديدا قداش قولنا نسبتهم 3% تمام هاي الباثوجينز اصلا كانت تدمر الواين عشان هيك هو اصلا اختراع بروسس من الباثوجينز بسخن الواين عشان يتخلص من الباثوجينز عشان الواين يبيعو يعني اشي اندستري هلا شوي البروسس اني برفع درجة حرارته بغليه او يعني مش غليان اني بسخنه عشان اتخلص من الباثوجينز و يعني هذا المربع رح نرجع نحكيه باللاب انيهاو طيب برضو لويس باسشور اكتشف من الانفكشواز ايجنتز اللي بتعمل مرض اسمه السلكورب وبرضو لو دخل بنظرية اسمها جيرم فيوري شوي جيرم فيوري انه كل جيرم كل مايكرو مسؤول عن مرض محدد الاهم من كل هاي الاشياء انه هذا لويس باسشور لو دخل بصناعة الفاكسين اللي بيشتغل على الهيومن ريفيز اللي هو داء الكلب تمام فهي معلومة مهمة الباسشوريزيشن مهمة اسم العالم لويس باسشور زي ما حكينا يا بيجي مثلا انه مين المسؤول عن عملية الباسشوريزيشن بتقول لويس باسشور او بنسأل مين الاختراع اليومن ريفيز بتقول لويس باسشور او بيحط لك الماتش وبتطلع هي الصح تمام العالم اللي بعده هاي كثير مهم تحفظوها لاني انا حاس انه هو رح يسأل عنه اللي هو جوزيف لستر جوزيف لستر هو عبارة عن جراح هذا الجراح اكتشف الانتي سيبتيكس اللي هي المعاقمات هذا الانتي سيبتيكس اوجدها علشان يعمل تعقيم ستيريليزيشن بالجراحة فيمنح حدوث بوث سيرجيكال ووند انفكشن اللي هي عدوى بالجروح بعد العملية تمام فاكتشف الانتي سيبتيكس هاي ضروري نحفظه جوزيف لستر تمام طيب اللي بعده واحد اسمه جولياس بتري هذا اخترع صحن اسمه بتريديش هذا الصحن عبارة عن صحن بلاستيك هذا الصحن بحط فيه انا الميديا اللي بدي ازرع عليها البكتيريا يعني هيك بكون شكله صحن تمام بكون شفافي وهون انا بحط مادة معينة اسمها الاغار هسا رح نحكي عنها وبزرع عليها البكتيريا وبشوف تطور البكتيريا ونموها بتعمل كليني بتعمل شكليني الى الاخرية يعني بحط جوزة مثلا من عينة من الانسان وبصير احاول اشوف شو البكتيريا اللي موجودة فيها هذا رح ندرسه باللاب لقدام بس انه جولياس بتري مسؤول عن البتراي ديش له الصحن الشفافي اللي بزرع فيه المايكرو ارغانزمز هذا الصحن الشفافي فيه مادة هون هاي المادة شو اسمها اغار مين اوجدها واحد اسمها فانيهس فانيهس هي اقترحت ان نستخدم الاغار شو هو الاغار هو عبارة عن رد الجاي طحالب حمراء تمام هاي لش نستخدم الاغار عشان نزرع فيها كالديفيشن البكتيريا ليه شو ميزاتها وهذا كثير ها كثير مهم بدي احط عليه باللونين الاحمر والاصفر ليش الاغار شو خصائصه thermal stability يعني اللي هي استقرار حراري يعني الحرارة ما بتذوبه او ما بتجمده resistant to degradation by bacteria يعني البكتيريا ما بتاكل هذا الاغار non nutritive non inhibitory لا بيثبت نمو البكتيريا ولا بيعطيها اكل فتنمو بزيادة هدول كثير مهمين very important تمام زمان قبل الاغار كانوا يستخدموا بطاطا بس هاي البطاطا ما كانت نمو عليها البكتيريا وفترة كانوا يستخدموا الجيلاتين لكن الجيلاتين ايش ماله كان يذوب عشان هيك قولنا من خصائص الاغار انه thermal stable تمام العالم اللي بعده اسمه ايغناس سيميلويس مش كثير مهم هادا العالم هادا العالم كان بيشتغل بعمر توليد يعني قسم توليد تمام الغرفة العليمين كل النساء اللي بيولدوا فيها اطفالهم امورهم تمام الغرفة العليمين كل النساء اللي بيولدوا فيها اولادهم بيموتوا اكتشف انه القابلات بالعنبر اللي اليسار ما بيغسلوا ايديهم فالاولاد بيموتوا من infections فعشان هيك هو سجست انه لازم hand washing بس هاي هي ببساطة اللي بعده اللي هو روبرت كوخ روبرت كوخ اللي دخل برضه بالgerm theory انه كل جرم كل مايكروب بيعمل disease محدد شو الامراض الاساسية اللي اشتغل عليها روبرت كوخ اللي هو مرض الانثراكس مرض الجمرة الخبيثة واجا قال انه البكتيريا الاسمها انثراكس باسلس هي اللي بتعمل هذا المرض برضه اشتغل على مرض التيبركولوسيس فقال انه البكتيريا اسمها mycobacterium tuberculosis هي اللي بتعمل مرض التيبركولوسيس والبكتيريا اسمها vibriochloria هي اللي بتعمل مرض الكولير هندرهم مثل امراض اللي اشتغل عليهم روبرت كوخ كيف عمل هذا الاشي عن طريق تجربة شو اسم التجربة كوخ بوستيليت طبعا هو عمل اشياء كثير ثانية زي انه هاي البسلس انثراكس اللي بتعمل المرض الانثراكس بتنتج spores spores اللي هي عبارة عن آلية معينة بتعملها البكتيريا علشان تقاوم وتضل على قيد الحياة رح ندرسها لقدام وبرضو انه resisting adverse conditions عن طريق هاي اللي spores انه هي بتقاوم الظروف الصعبة وتستمر بالحياة تمام برضو قال انه وهي معلومة كثير مهمة انه هو الميديا اللي زرع عليها البكتيريا pure culture شو يعني pure culture يعني نوع واحد من البكتيريا ليش مش اكثر من نوع هلا بحكي لكم كيف بالكوخ بستيولات طيب فهاي هي الكوخ بستيولات شو الكوخ بستيولات بيجي مايس أو ماوس مايس جمع اوكي بيجي ماوس هادا الماوس تعبان مريض ناخد منه عينة هاي العينة منروح على هاد هو البترايدش هاي شافينو هادا البترايدش بترايدش شو جواتو اغار شو بعمل بزرع العين عليه تمام لازم لما ازرع العين عليه تكون pure culture يعني فيها بكتيريا واحدة فقط مش اكثر من واحدة كثير مهمة كلمتي pure culture هون بعدها ناخد هاي البكتيريا الواحدة فقط ونحقنها بالماوس الثاني اذا الماوس الثاني مرض معناها هاي البكتيريا الواحدة هي سبب هادا المرض تمام عشان هيك pure culture لانه لو كان اكثر من بكتيريا شو بديعرفني اياها اللي بتعمل هادا المرض فهي الفكرة كله بالكوخ بستيولات اني اعرف شو هي البكتيريا اللي شو بتعمل اي مرض تمام عشان هيك قلنا هو اللي قال انه الباسلس انثراكس هي اللي بتعمل مرض الانثراكس والميكوبكتيريا من سيبركولوسيز هي اللي بتعمل سيبركولوسيز والفيبركولير هي اللي بتعمل كلها تمام هلا مش مهم انه انتو تعرفوا شو هي البستيولات بالضبط بس مهم انه انتو تعرفوا انها pure culture بالبستيولات تمام طيب طبعا لكل قاعدة شوات وهذه القاعدة او هذه التجربة تبعي الكوخ بستيولات لها بعض الاشياء الاستثناءات عنها يعني فيه اشياء ما قدرت اثبتها بالكوخ بستيولات ليه هلا بنحكي عنهم اول واحدة انه بعض الباثوجينز ولي نتقروا انه artificial media يعني لا تنمو على هذا الصحن على البترايدش على هاي artificial media مدام انا ما قدرت اخليها تنمو على هذا artificial media كيف بدي اخدها وارجع احقنها بالماوس الثاني بالماوس الثاني فعشان هيك هدول البكتيريات او هدول المايكروارغانيزمز او هدول المايكروبز الذين لا ينمون على artificial agar بقول عنهم استثناءات طب مين هم الذين لا ينمون على artificial agar اول اشي اشي اسمه intra cellular pathogens pathogens اللي نسبتهم 3% اللي هم مايكروبات بيعملوا pathology عايشين جو الخلية intra cellular obligate يعني بشكل الزام يعني ما بيعيشوا الا جو خلية زي مين وهذا سؤال مهم اعطينا امثلة على obligate intracellular pathogen او all of the followings are obligate intra cellular pathogens except لهم viruses rickettsias وا chlamidias هدول التين بكتيريهات بيدو تمام طب مدام ما بيعيشوا الartificial medium بيعيشوا بيعيشوا جو embryonated chicken eggs او جو certain animals تمام هاي اول اشي ثاني اشي مجموعة من البكتيريهات او يسمهم fastidious وهذا مصطلح لازم نعرفه fastidious هم عبارة عن ميكروبات دلعين fastidious هيك تمام رقيقين ليه دلعين لانهم ما برضوا بايشي تمام بدهم انواع محددة من الاغذية انواع محددة او درجات حرارة محددة او هم متشريطين متطلبين عندهم demanding nutritional requirements تمام هدول زي مين زي بكتيريا اسمها mycobacterium librae هاي بكتيريا بتعمل مرض اسمه lebrusy الجذاء هاي البكتيريا ما بتعيش الا جوه foodpad of armidoles تمام الarmidoles اللي هي زي مدرعات حيوانات مدرعة تمام هيك بيجي شغلها زي الفار بس بكون عليها درع مفاوض المهم مش حلو والبكتيريا الثانية اسمها tryponema palidum tryponema palidum هاي هي عبارة عن بكتيريا شكلها spirochid spirochid يعني لولبية زي هيك تمام وهاي البكتيريا هي اللي بتسبب مرض السيفلس اللي هو مرض الزهري اللي هو عبارة عن sexual transmitted disease تمام هاي وين بتعيش 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 جوة testis of rabbits and shambanzies فانا هدول ما بقدر ازرحهم باللاب عندهم متطلبات خاصة انا ما بقدر اوفرها باللاب اوكي فاذا الاكسبشن of koch posturiate اول اشي اللي هم المايكروبز اللي انا ما بقدر ازرحهم عندي في اللاب يا بيكونوا intracellular زي الفايراس والريكيتسيا والكلاميدياس او بيكونوا فاستيدياس زي المايكوباكتيريا اللي بري والتروبونيما باليدم تمام برضو بعض الباثوجينز او ايش مالهم سبيشيز سبيسيفك كيف يعني يعني هدول الباثوجينز لو انا فاتوا جسم الانسان بيعملوا عنده مرض بينما لو انا زرعتهم مثلا جو فار ما رح يعملوا مرض عند هذا الفار فبالتالي انا ما بقدر استطبق عليهم التجربة اللي هون عملناها اوكي خلينا امسح الاصفر لانه هده مش مهم بقولنا تمام فاذا ايش مالهم سبيشيز سبيسيفك ممكن يعدوا الانسان ما يعيدوش الحيونات الثانية فبالتالي ما بقدر اعمل هاي التجربة الاشي الثالث سينرجيستيك او بولي مايكروبيا اللي هو الانفكشن اللي بيكون سببه اكثر من نوع مع بعض امراض محددة سببها اكثر من نوع مع بعض يعني النوع واحد ما بعملها هلا رح نحكي هذول الانثلة فهيك ما بقدر اثبيته بالكوخ بستيولات بقولك بكتيريا واحدة تعمل مرض واحد هون لا مجموعة من البكتيريهات رح يعملوا هذا المرض لو بكتيريا واحدة منهم ما تقدر تعمله هون بالفورما بقولوا عنه السينرجيزم واحد زائد واحد يسوي ثلاث المهم والبعد مايكروبيال التريشن دورين اثناء شغلي باللاب ممكن هاي المايكروبات تتعدل من حالها فتصير لس أو نم باثوجين صراحة اهم اشي اول نقطتان اللي هاي السير تمام طيب فالسينرجيزم أو سينرجيستيك انفكشن أو سينرجيستيك ريليشنشيب انه مور او او ديفرنت مايكرو ارغانيزم يعني تنتين او اكثر بيشتغلوا مع بعض بيناتهم علاقة اسمها سينرجيزم تنتين مع بعض توقاثر كومباون كومباين تمام شو بيعملوا بيعملوا مرض محدد هاد المرض مستحيل يصير ببكتيريا واحدة فشو بسميه سينرجيستيك ميكست او الامثلة جدا مهمة او مجموعة من البكتيريهات الموجودة بالأورال كافيتي بالتوم رح تعمل مرض اسمه اكيوت نيكروتايزنج ألسيراتف جنجيفايتس تمام نزل لتحت بيعمل فينسنت انجاينا وبعمل ترنش ماوث شو هم هده البكتيريهات فيوسو بكتيريا استينو مايسيز بروفيتلا سبيشيز والسبايروكيتس اللولابيات قلنا عنهم هيك شكلهم اللولابي يكون تمام طيب يعني اللولابي زي هيك فهمين علي انتم عارفين شو عند اللولابي صح المهم ومجموعة من البكتيريهات بالنورمال أورال فلورا زي الستاف والستريب والان ايروبس هدول كلياتهم رح يعملوا مرض اسمه ليد وينجز انجاينا وهاي اجت سؤال السنة الماضية تمام وبرضو مجموعة من البكتيريهات مركزين زي زي موبلينيكا سبيشيز وبكتيرويد وان ايروبس هدول رح يعملوا اشي اسمه بكتيريال فاجينوسيز وهن اسمحولي اورجيكم صورة ثانية بس قبل ما اورجيكم صورة ثانية طلعوا هون الله مصرح سيدنا محمد عهدت جدول هذا يعني قبل هذا الجدول هون احنا عكينا اول سبب بعمل انفكشن اول اشي بعمل انفكشن بالفاجاينا اللي هي الكانديدا البيكانز قولنا يست خميرة وحيدة الخلايا صح وشو بتعمل التهاب بالفاجاينا يعني هاي الكانديدا بتفوت على الفاجاينا الفاجاينا بعمل رد بعمل هذا اول سبب ثاني سبب موجود بهذا الجدول اللي هو عند البروتوز وعند البدائيات في واحدة اسمها تركمونس فاجينالس بتعمل مرض لتركمنياس وبتعمل معه ايش فاجاينايتس تمام فهذا ثاني سبب وثالث سبب هسه بعمل انفكشن جوه الفاجاينا اللي هو ميكست بكتيريا زي هدول كل هاتهم شو بعملوا بكتيريا فاسمحوا لي هلأ وارجيكم الصور الثانية معلش معلش هون هاي الصورة معلش هاي بداية محاولاتي بالرسم فبتكن تتحملوني يعني معلش تمام هاي الصورة بتحكي عن هدول التلات اشياء فهاي عبارة عن يوتيروس من فوق هذا يوتيروس حزين لانه الفاجاينا اللي طالع يعني بعد اليوتيروس الممر اللي بعد اليوتيروس تعبان ليش تعبان فيه افرازات لانه صاير فيه انفكشن تمام الافرازات اللي هونها خضرة القريبة من السيرفيكس السيرفيكس اللي هو عنق الرحم هذا هو عنق الرحم هاي هاد عنق الرحم القريبة من عنق الرحم اذا ملاحظين حطي انا نقاط صفراء زي الفراولة لانه هي بتعمل عند السيرفيكس بتخلي شكله زي الفراولة ستروبري سيرفيكس المهم فالسبب الاول اسمه تركومينييسس اسمه البروتوزو تركومونس فيجينالس هي بتعمل اول انفكشن بالفاجاينا السبب الثاني بكتيريا الفاجينوسيس لاحظوا كيف الافراز اللونه زي الابيض عرمادي وإله ريحة هاد البكتيريا الفاجينوسيس بيعملوا مجموعة بكتيريهات زي فيجينالس مبلينكس سبيشيز وبكتيرويدز برضو والافراز اللي بعده اللونه ابيض هاد زي الجبن اذا بتلاحظوا انحاولت اعمله زي الجبن بس هادة اللي طلب معي سببه فطريات يست وحيدة الخلية اسمها كانديدا البكالس تمام فدول هم التلاتة اللي بيعملوا مشاكل بالفاجينوسيس اول واحدة تي تركمونس فيجينالس بي بكتيريا والسي كانديدا فبشجمحهم على شكل كبت كبت يعني مكبوت يعني حزين لانه اليوترس بكون حزين الفاجينوس بكون حزين والمرأة بتكون حزينة من هذا الوضع تمام احاول اني اخلي الاشياء اسهل للحفظ بس يعني منكون خلصنا الجزء الثاني من الملف الجزء الثالث من الملف احفو الجزء الثالث من الملف رح نحكي عن المايكروسكوب تمام سهل وسريع وبسيط واشياء اساسية لمنحفظها هلا بنحكيهم هلا شو هو المايكروسكوب اكيد انتو شفتو بمختبرات العلوم بالمدرسة ببرضو مختبر بيولوجي لا ورح ترجعوا تشوفوه برضو في المايكروبيولوجي لا هذا المايكروسكوب هو عبارة عن ان اوبتيكال انسرومنت شاني اوبتيكال يعني بستخدمه بالعين يعني هذا جهاز انا بستخدم عيوني انا بتعامل معه تمام شو وضيفته ابزيرف تيني اوبجيك تيني يعني صغيرة قلنا اوبجيكس ذات كانت بي سين واذ ان ايدي يومن اي ما بقدر اشوفها بعيني المجردة تمام هلا هاد المايكروسكوب هاي شكله هين شكله هاد المايكروسكوب تمام طبعا الاجزاء اللي تبعيتو رح نحفظها بالله هاد الجزء اللي انا بحط عيني عليه اسمه اوكولر بيس يعني مكان ما بحط عيني تمام جو هاد ال اوكولر بيس لما تحط عينك عليه رح تشوف فيه مسترة صغيرة يسمها اوكولر مايكرو میتر فهي تيني رولر مسترة صغيرة موجودة جو ال اي بيس ال اوكولر تبعت ال لايت كومباول مايكروسكوب هلا رح نحكي عنه شو وظيفتها يعني انت هون باعتبار عند عينك اول ما تحط عينك على المايكروسكوب رح يكون فيه مسترة فانت اول ما رح تشوف جو هاي الدائرة اللي هي المسترة هيك مرسومة مسترة ورح تشوف وراها العينة فانت بتقدر يتقيس الاشياء العينة باستخدام هاي المسترة تمام اوكي طيب اللهم صلي على سيدنا محمد بعدين فيه شي اسمه ستاج مايكرو میتر هادا عبارة عن ديفايس بعمل كاليبريت معايرة لهاي المسترة فالستاج مايكرو میتر هو اللي بعاير هاي المسترة عشان نقدر انقص فيها اللي بهمني بهاي التعريف تعريف اسمه الريزوليوشن الدقة او اشي ثاني الريزولفينج باور تمام هادا الريزوليوشن او الدقة او الريزولفينج باور هو the shortest distance between two adjacent points on a specimen that can still be distinguished by the observer يعني انا هسا هاي العدسة اللي انا بشوف فيها فهاي نقطة وهي نقطة اوكي هدول نقطتين انا شفيتهم نقطتين يس فهاي مسافة بينعتهم تمام مثلا هاي نقطة وهاي نقطة بينين نقطتين يس هاي نقطة وهاي نقطة مبينين نقطتين يس هاي نقطة وهاي نقطة مبينين نقطتين يس نسبيا يس هاي نقطة وهاي نقطة مبينين نقطتين هنا لا هنا مبينين نقطة واحدة فهاي المسافة اللي بين النقطتين هدول انا مش قادر اشوفها مسافة بينما هاي المسافة اللي انا بين هدول النقطتين تقريبا قادر اشوفها هاي المسافة اللي هون أكيد قادر أشوفها هاي المسافة خليني نعتبرها هون هي أقصر مسافة بين هدول النقطتين بيّنت هدول النقطتين نقطتين فبسميها resolution أو resolving power تمام؟ طيب خليني أرجع على لون دير جندي طيب هلأ في شيء اسمه كمان magnification التكبير شو هي المagnification؟ إنه أنت تكبر الصورة فproduce an image of an object at a scale larger than its actual size بس بتكبرها اللي بهمني لهي هاي المعلومة كل ما كان المagnification أكبر كل ما إنت حتشت ضو أكبر لأنه هذا مثلا المايكروسكوب هاد اسمه compound light microscope مصدر الطاقة فيه ضو هذا الضو بتسلط على العينة فأنا بشوف العينة كل ما إنت بدك تكبر العينة أكثر معناها إنت بدك تضو أكثر تمام؟ هاي الجملة؟ يعني مش غالط تعرفوها فيه شيء اسمه numerical aperture هاي كمية الضو اللي بده تفوت عبر إشيء اسمه condenser لعيونك condenser هو جزء جوه المايكروسكوب بيجمع الضو أصلا يعني بيجمع الضو مع بعضه تمام؟ بجميع الأحوال أشياء المايكروسكوب الكندنسر وهي الأشياء رح ندرسهم أكثر بالله طيب مين أهم؟ resolution دقة ولا التكبير لتنين مهمين ما فيه إشيء أهم من إشيء فمثلا إنت لو كبرت بس كل ما كبرت يعني مش عم بتشوف الأشياء بوضوح ما فيه دقة يعني زيك أنا عم تطلع الصورة مبكسلة هل أنت استفدت من التكبير؟ لا هذا اسمه empty magnification يعني زيك أنا كبرت على الفاضي أنت زدت المagnification ما زدت ال resolution فهذا الإشي أنت ما استفدت منه تمام؟ فبينما ال image clarity وضوحها والdetails تبعونها بيبينوا على حسب قداش resolving power تبعته طيب شو اللي بيخلي هذا المايكروسكوب resolving power تبعته عالية ولا قليلة عدة أشياء أول إشي اللي هي اللي هو أصلا بناء الجهاز اثنين ال wavelength of light وتلاتي specimen equality هلا أنا أحط عليهم بالأصفر لأنه هم أهم من غرهم بس هم مش أهم إشي بالحياة يعني هدول وغالبا ما مش كثير بدقيقوا عليهم تمام؟ حلالي بعده بنا نحكي عن إشي اسمه metric system الجهاز أو النظام المتري هذا كنا ناخد داما بالمدارس وصف عاشر هيك لهي وحدة قياس اللي هي المتر وهي وحدة القياس أنا بقيس فيها طول الأشياء تمام؟ برضو أنا رح أقيس الأشياء بوحدة المتر ومشتقاتها بالmicrobiology تمام؟ ليه؟ علشان أنا أشوف size of microbes وعشان برضو أعبر عن resolving power تبعت هذا المايكروسكوب زي ما بتعرفوا المتر والمتر الأصغر منه ديسيمتر سانتيمتر مليمتر مايكرومتر نانومتر أنغستروم زوا بيكومتر أهم أربع وحد بهم المايكرو من عند كلمة مايكرو مايكرو نانومتر بيكومتر ممكن نهتم شوي بالمليمتر بس مش كثير الأنغستروم الدكتور بحبهاش بالمرة تمام؟ هلأ رح يجي سؤال يضطرك أنك تحول وحد طبعا هذا رياضيات إذا بتتذكروا لهو الدرج طبعا أنا بدأ أحط الوحد المهمة اللي هي مايكرو متر و نانومتر و بيكومتر تمام؟ هلأ الكبير أنت ككبير بتقدر تضرب لصغير لصغير بيقدرش يضربك فإنت نازل بدك تحول من الكبير لصغير بدك تضرب تمام؟ بين المايكرو والملي قديش؟ ممتازين ألف وبين المايكرو والنانو عفوا آسف برضو المايكرو والملي بس المايكرو والنانو قديش بينهم ألف والنانو والبيكو برضو ألف تمام؟ فإذا كان التحويل من الكبير لصغير بتضرب لأنه الكبير بيقدر يضرب إذا كان من صغير لكبير بدك تقسم لأنه الصغير لما يغلط غلط بيقسم لك إنه ما كانش قصده أقسم بالله ما كان قصدي أوكي؟ هاي عشان أساعدك بي إنك تحول هي رياضيات سهلة بجميع الأحوال مايكرو متر نانو متر بيكو متر المايكرو متر عشرة أسالب ستة متر النانو متر عشرة أسالب تسعة والبيكو متر عشرة أسالب أطناش تمام؟ كثير مهمة هاي طيب هدولة ثلاثة واحد يعني احتمال كبير يجي سؤال دكتور بحب رياضيات وكثير مرات بيجيب أسئلة التحويل بالشكل أو بآخر هلا ليش إحنا قلنا نستخدم النظام المتري ليش أنا جبته علشان إحنا قاعدين نستخدم النظام المتري بالمايكروسكوب عشان ننجيس حجم المايكرو أرغانيزم ففيه إيشي إحنا جوه الجسم دائما اسمه أر بي سي كريات دم الحمراء حجمها سبعة مايكرو متر ليش حكيناها؟ بقولك لأنه شايفين سبعة مايكرو متر برضو البكتيريا أصغر من الأر بي سي يعني البكتيريا ممكن ترتب سبع بكتيريه هات شكلهم كوكاي كوكاي يعني دائرية ترتب سبع بكتيريه هات دائرية جوه الار بي سي وبرضو يعني يعني فهمين قداش الار بي سي أكبر من البكتيريا تمام فالبكتيريا سبعة مايكرو متر ما رح يجي سأل عن الأرقام بشكل عاميا البكتيريا والار بي سي يعفون سبعة مايكرو متر ما رح يسأل عن الأرقام البكتيريا والبروتوزواء بنقيسهم بحدة المايكرو متر تمام؟ هاي البكتيريا بتكون سفركة الدائرية بسميها كوكاي يا اما الرد شيب عصايا بسميها بسلاي تمام؟ اللي بعديه اللي هو الفنغاي الفنغاي بقيسه بوحدة برضه المايكرو متر لكن هذا الفنغاي بقسمه عدة أقسام إذا كان خلية واحدة لو بشو حكيناها زي مين؟ زي اليس زي مين إحنا المثال اللي أخدنا؟ كانديدا البيكانس شو بتعمل؟ بتعمل فاجاينايتس ليش بتعمله؟ لأنها بتكون عاملة سوبر انفكشن تذكروا ممتازين فهي يوني سالي للفنغاي ريبروديوس اسكشوالي بايبادين كيف بايبادين؟ يعني مثلا هاي خلنا نعتبر إنها كانديدا بيجي بتبرعم منها تبرعم زي هيك بعدين هاي التبرعم بظلي كبر هيك بيكبر بعدين هيك بعدين بنقسم فبسيرو تو كانديدا هاي معنا تبرعم طبعا أنا رائعة بالرسم بس طيب وبرضو المولدس اللي هو نوع ثاني من الفنغاي نوع ثاني من الفطريات اللي هو العفن هادا ملتي سيليلر عدة خلايا وهي الخلايا بتكون مترتبة ع شكل تيوبات زي هيك زي هدول تيوبات فبسميها طوبولر سراكتشور هادا طوبولر سراكتشور إلو إيدان ووجرين بسميهم هاي في أو هاي فا أو كي شايفين هاي إيد ووجر هاي إيد ووجر او كي طيب بدي أمسحهم بس عشان بات شوين حكيم طيب السبتات هاي فا السبتات هايفة اللي هي هاي الإيد بتكون مقسمة زي هون طلعوا هاي في سبتات هايها مقسمة في جدران هاي السبتات هايفة عندها سبتة أو كروس وولز بتقسمها لسلس والإيه سبتات هايفة ما عندها سبتة هاي إجت سؤال مرة الماضية وحكينا عندها مهمة وحكيتها لطلابي والناس ما ركزت وإجت سؤال الإيه سبتات هايفة اللي هي إيش هي أكبر وحدة بالأشياء اسوحitet اصغر ما و 26 اسوحaterial اصغر اچو النام النام 10 و الني blues النام 10 مع انه في بعض نوع الفيروسات زي الإيبولا فيروس هذا الإيبولا فيروس بعمل مرض اسمه هيموريجيك فيفر هذا ممكن يوصل له واحد مايكرو مش كثير مهمة هاي المعلومة مش عارف لش حداته والأصفر فرحشته ماذا هيك يعني مهمة بس انه مش كثير طيب هلا نوع المايكروسكوبات اول واحد سيمبل مايكروسكوب قلتلكو زي العدسة المع ياس اللي ينهك هذا اللي ينهك تاجدر أقمش اقول لشو بي هيمني فيه معلومة واحدة عنه father of ممتازين مايكروبيولوجي ليش قلت سيمبل لانه يتكون من عدسة واحدة فقط one magnifying فمننتقل المايكروسكوب اللي انا كثير بيستخدمه بالمايكروبيولوجي لاب هو اصلا مايكروسكوب الاساسي اللي يستخدمه بالمايكروبيولوجي لاب اللي هو الكمباوند لايت مايكروسكوب كمباوند لانه بتكون من نظامين من العدسات هلا بنحكي عنهم ولايت لانه مصدر الطاقة فيه هو اللايت تمام فهو عبارة عن مايكروسكوب هذا المايكروسكوب فيه اكثر من عدسة مكبرة مصدر الالمينيشن اللي هو visible light يعني ضو هو اللي بصلته على العينة هذا الضو بيكون ببلب يعني بلمبة موجودة جوا المايكروسكوب أصلا تمام الوافلينث of visible light 0.45 ليش انا بحكي هاي المعلومة يعني هذا الضو هل قد الوافلينث تبعه اي شي اصغر من نصف هذا الوافلينث مقدرش اشوفه بهذا المايكروسكوب فالوافلينث is a limiting factor هاي بعلومة كتير مهمة شو الليمتينج فاكتور بالكمباوند مايكروسكوب يعني شو هو الاشي اللي بيحدد يعني بيحدد الامور اللي بقدر اشوفها باستخدام الكمباوند لايت مايكروسكوب اللي هو الوافلينث فانا اي شي حجمه اصغر من نصف الوافلينث تبع الضو ما بقدر اشوفه باستخدام هذا المايكروسكوب يعني اي شي اصغر من قداش ممتازين من 0.2 مايكرو متر اي شي اصغر من هيك انا ما بقدر اشوفه باستخدام الكمباوند لايت مايكروسكوب بشوفه باستخدام مايكروسكوب ثاني اسمه الاكترا المايكروسكوب تمام فالشو الليمتينج فاكتور شو هو العامل الذي يحدد الاشياء اللي بشوفها باستخدام الكمباوند لايت مايكروسكوب الوافلينث اوكي طعا الومنيشن الالمينت او هاي كنباوند لايت مايكروسكوب ديوز براكتيك الميت أوف رزوليوشن يعني بيقلل هاي مش مهمة المعلومة هاي مهمة قديش الريزوليوشن أو الريزولفينج باور تبعتكم مادلان ميرسكوب ألف مرة أحسن من العين هسه موجود جداً ملخصهم فتحفظوهم من الجدول ضروري تحفظوهم جداً ضروري تمام شو بطلع الصورة بطلع يسمها فوتو مايكروغراف ليش فوتو مايكروغراف لاني بشوفها باستخدام المايكروسكوب والإشي اللي بصلته على العينة اللي هو الضول فوتونز تمام تمام سميها فوتو مايكروغراف تمام طيب شو هم احنا قلنا فيهم نظامين من العدسات مكبرة شو هم واحدة موجودة عند العين هون بسميها أوكولر لينس هاي العدسة اللي حالها بتكبر بمقدار عشر مرات وهاي معلومة بنحفظها قديش تكبير الأوكولر لينس عشر مرات يعني العين اللي أنا بحطه هون هاي العدسة اللي حالها بتكبرها عشر أضعافة تمام النوع الثاني من اللينسز اسمه Objective Lenses هاد هون موجود شايفين هدول الأربع اللي هون هاده Objective Lenses شايفين هاده هاده زي القرص هاده القرص بلفلفهم يعني أنا كل شوي بقدر أختار العدسة اللي بديها هما أربع عدسات بقدر أختار العدسة اللي بديها شو اسمهم Objective Lenses تمام هدول Objective Lenses وين مكانهم Immediately above the objective يعني فوق العينة مباشرة هم أربع عدسات واحدة اسمها Scanning بتكبر بمقدار أربعة لازم نحفظها واحدة اسمها Low Power بتكبر بمقدار عشرة واحدة اسمها High Dry بتكبر بمقدار أربعين واحدة اسمها Oil Emergent ليش Oil Emergent لأني أنا باستخدام هذه العدسة لازم أحط نقطة زيت على العينة Oil Emergent فبتكبر بمقدار ميت مرة تمام هون هاي Oil Emergent باستخدمها لدراسة البكتيريا ليه لأن البكتيريا كتير صغيرة احنا قلنا فيروس بكتيريا بعدين باقي الأشياء طيب الله مصليع سيد محمد هذا الجدول بلخص هاي الأشياء وهو جدا مهم احنا قلنا دايما الأوكولر لينس اللي هي العدسة هاي الموجودة هون بالعين تكبيرها عشرة وهدول العدسات الأربعة الـ Scanning 4 اللاو باور عشرة الـ High Power 40 Oil Emergent 100 فأنا لو مثلا استخدمت مايكروسكوب أنا حطيته على Scanning Lens وحطيت عينة شو رح أكبر العينة هاي العدسة رح تكبر العينة عشر مرات وهاي العدسة رح تكبر العينة أربع مرات صح؟ فالتكبير الكوريلي أربعة دا أربعة عشرة أربعين فبيجي سؤال شو Total Magnification of Compound Light Microscope when you use scanning lens بتقول أربعين إذا قالت Total Magnification إذا قالت شو الماغنيفكيشن of scanning lens بتقول أربعة تمام؟ إذا كتركز بصيغة السؤال وهذا بيجي عليه سؤال هيني حكي تمام هذا Compound Light Microscope له عدة أنواع النوع الأول اسمه Bright Field Microscope هذا أكثر نوع باستخدمه بال Clinical Microbiology Lab هون بهمني هاي المرة ورح يجي سؤال هيني قلت لكم المايكروسكوبات رح يفرق بينها هل بتشوف العينة وهي ميتة ولا وهي حية ال Bright Field Microscope بيشوف الثنتان يا بيشوف ال Non Living العينة بتكون ميتة بس ليش بتكون ميتة لإني صبغتها Stand وهذا اسمه Fixing رح ندرسه بعدين بال Lab تمام؟ أو بتكون Level Spacements بس إشمالها بتكون Non Stand يعني اللي ماتت ماتت لأنها صبغت فال Bright Field Microscope بيشوف الثنتان تمام؟ كيف بتشوفها هل بتشوفها صورة وراها خلفية بيضة في بعض الأشياء ما بقدر أشوفهم بال Bright Field Microscope فرح أشوفهم بالنوع الثاني في هذا النوع واحد هسه نوع الثنين نوع الثنين اسمه Dark Field Microscope هاده Dark Field Microscope انت بتشوف الأشياء بس هاي الأشياء شمالها وراها Dark Background تمام؟ طيب يعني الخلفية بتكون صودة شايفين زي هاي الصورة شايفين كيف خلفية صودة؟ هاي بشوف فيها Living Specimens وعم بستخدموه بال Microbiology Lab شو بشخص باستخدامو مرضين وهذا لازم نحفظه مرض السيفلس قبل شوي حفظناها أصلا شو حفظناها مين سببه بكتير شو مسمى تروبينيما بالدم ليش يحفظناها قبل شوي شو قلنا عنو؟ ممتازين قلنا انو هاده استثناء لكوخ بستولات ليه؟ لأنو هاي تروبينيما بالدم هي عبارة عن Fastidious بكتيريا بدأت ظروف محددة عشان تنموت صح؟ ممتازين أوكي طيب فهذا السيفلس هو عبارة عن Sexual Transmitted Disease هاي تروبينيما بالدم صغيرة thinner than O2 Micrometer وهاد احنا قلنا اي شيء أصغر من O2 Micrometer ما بشوفه بال Light بال Bright Field فشو رح أشوفه؟ رح أجي أشوفه بال Dark Field لأنو رح نغير فيه إشياء تمام؟ ممتاز فإذن رح يجي سؤال يا إما عن Living وال Non Living بقول لك مثلا مين بشوف Living مين بشوف Non Living أنا لخصتلكم إياهم بال Flash Card أو رح يجي سؤال ان Dark Field شو بيشخص؟ Primary Cifilis والمرض الثاني اسمه Lyme Disease هذا مرض بينتقل عن طريق قرادة تيك هاي القرادة بتحمل بكتيريا اسم البكتيريا Borrella Bergdorf Bergdorf Fiery تمام؟ وهاي البكتيريا أصلاً كمان لولبية هذا اللولبي القصدي عنه شايفين كيف لولبي؟ شايفين كيف لولبي؟ تمام؟ لما يجي هاي البكتيريا تفوت جوة جسم الإنسان بتطلع على جلده زي هيك هذا اسمه Erythema Migraines شايفين الحدود الحمراء زي المارجن الحمراء Migraines وبالنص أحمر تمام؟ أوكي برضو عشان نحفظ أسرع أنا عملت لكم صورة سريعة حقيقة هاي الصورة عن إيش؟ عن Lyme Disease مش هاي الصورة طبعاً أنا يعني بحاول أصبت الأمور هاي الصورة تبعت Lyme Disease فال Lyme ليمونة هاي هاي الليمونة شايفين هون هاي الليمونة تمام؟ هاي الليمونة عليها قرادة صغيرة هاي هاي حشرة صغيرة فهو عبارة عن Tick Born Disease هاي القرادة نزلت شايفين البكتيريا كيف سبايرل نزلت سبايرل أشياء زي سبايرل بتحسوها زي البرق هاي الأشياء زي البرق عبارة عن بكتيريا اسمها بوريلا برق دورفيري تمام؟ لما أجي أنا أقسم الليمونة رح أقسمها بسكينة سودا فأنا عشان أقدر أشوف الليمونة عشان أقدر أشخص Lyme Disease أشوف Lyme Disease أنا أستخدم سكينة سودا يعني Dark Field Microscope لما أفتح الليمون من جوة يعني يكون البكتيريا واصلة على جوة جسمي رح تعمل على جسمي يقولنا طفح جلدي حدوده حمراء ومنتصفه أحمر حدود يعني مارجن في هاي إريثيما مايغرينز تمام؟ أوكي نرجع اللهم صلي على سيدنا محمد فمهم تحفظوا لي شو بيشخص ومين بنقول مين إجا سؤال السنة الماضية وكنت حكيت والله لطلابي بالوجاهي إنه العالم اللي بيدرس Lyme Disease شو بيكون؟ هلأ هو كان الخيرات أصلا موضح الجواب لحاله فكان الجواب إنتومولوجست ليه؟ لأنه هذا Lyme Disease ينتقل عن طريق القراد فهو عبارة عن Tick Born Disease والTick عبارة عن إيش؟ حشرة Insect Arthrobods شو العلمي لبدرس الارثروبودز؟ ممتازين إنتومولوجي فشو اسم العالم إنتومولوجست؟ ممكن برضو خيار ثاني يكون لهو بكتيريولوجست لأنه شو اسم المسبب؟ بكتيريا تمام؟ بس ما كان فيه خيار بكتيريولوجست فكان الجواب بسهولة إنتومولوجست تمام؟ طيب اللهم صليعي سيد محمد المايكروسكوب اللي بعده اسمه Phase Contrast Microscope تمام؟ هذا Phase Contrast Microscope يحتمال كبير يجي عليه سؤال هو عبارة عن مايكروسكوب بيعمل Contrast بيعمل تباين بين العينة والأشياء الBackground لي؟ عشان أشوف الأشياء فشو نوع العينات اللي بيكونوا ميتين اللي عايشين Living أي شيء Living بدهوش يكون مصبوغ Unstained Microorganism شو بشوف بشوف الأعضاء أو العضيات الصغيرة جو الخلية زي الميتوكنديريا لايزوزوم غولجي أباراتوس إلى آخر تمام؟ المايكروسكوب اللي بعده اللي هو اللي فلوريسنس مايكروسكوب هذا شو مصدر الطاقة فيه Ultraviolet Light يعني أشععه فوقها نفسجية بحط العينة بالمايكروسكوب هاي العينة طبعا أنا بكون صابغها صابغها بايش؟ صابغها بصبغات اسمها فلوريسنس داي تمام؟ صبغات أصلا مشععة بيجي Ultraviolet Light بسقط على هاي العينة المصبوغة جزيئات الصبغة نفسها بتصير ايش؟ التشع تمام؟ فبتبين عندي العينة وبكون الـ background زي هيك شوفين كيف؟ طبعا عليها كثير أمثلة أنا بهمني بكل الأشياء هاي إنه اللي فلوريسنس مايكروسكوب بشكل أساسي بستخدمه بالإميونولوجي لاب تمام؟ بلابات الإميونولوجي لاب عشان قصة الانتيبادي والانتيجن إحنا رح ندرس لقدام شوي نفهم كيف اللي فلوريسنس مايكروسكوب بيساعد بالأميونولوجي لاب بشخص بكتيريا اسمها مايكوبكتيري تيبركولوسي اللي بتعمل مرض تيبركولوسي قبل شي حكينا عنها شو حكينا عنها إنه كوخ أثبت يعني كوخ أثبت هي كوخ أثبت إنه المايكوبكتيري تيبركولوسي هي اللي بتعمل مرض تيبركولوسي تمام؟ طبعا المايكروسكوب اللي بعده اسمه هيك احنا خلصنا اول اشي سيمبل مايكروسكوب ثاني اشي كومباوند وقلنا بشوف فيه البكتيريا اللي انا صغيرة وبشوفها طبعا بالأويل اللي تكبيرها لحالها ايوه ممتازين هي مية والعهاي 1000 بصير تمام طعم اللي هو هذا الجدور قصدي شوفين كيف هاد طعم تمام الله مصنع يا سيد محمد بيضل اشي اصغر من البكتيريا شو اللي اصغر من البكتيريا اللي قلنا كيف هشوفها باستخدام الالكترون مايكروسكوب هذا الالكترون مايكروسكوب شو مصدر الطاقة عنده مثلا الكمباوند كان ضو الفلاريسنت كان ممتازين الالكترون مايكروسكوب اللي هي الالكترون بيم حزمة الالكترونات هاي حزمة الالكترونات بتيجي على العينة طبعا العينة 100% شو رح تكون نان ليفنج تمام كيلت ليش لانه اصلا اثناء تحضير العينة رح تموت لانه العينة اللي بدي احضرها بنحطها بالالكترون مايكروسكوب بحضرها بطريقة معينة تمام طيب بقالهم سيد محمد فانا شو بستخدموا الالكترون مايكروسكوب زي الريبيس و السمول بوكس فيروس تمام طيب معلومة مهمة انه انواع الالكترون مايكروسكوب اللي هو نوعين النوعين الصورة اللي بتطلع معه ما بتطلع صورة ملونة طيب مرات انا بشوف صورة الالكترون مايكروسكوب ملونة كيف بكونوا هم ملونينها اصلا تمام شو انواعه اول اشي ترانزميشن الالكترون مايكروسكوب تمام هذا الترانزميشن صراحة انا بهمني تعرفوا انه الالكترون مايكروسكوب بشكل عام بس بشوف الاشياء الصغيرة زي الفيروس تمام اللهم صلي على سيدنا محمد الماقنيفيكيشن تبعو 200 اكثر من الكمباون مايكروسكوب اصلا انا بلخصي لكم اياهم تحت اصلا تمام شو الادفانتج تبعو انه بشوف الاشياء الصغيرة شو الديس ادفانتج انه كثير غالي بده مكان محدد عشان يحط فيه انتو عمركم مشفتو اي تنك اني مش حطه صورة هون هو كثير كبير بده غرف خاص عشان يحط فيه بده ناس معينين عشان يشتغلوا عليه وبده العين نفسها تتحضر بطريقة محددة وبرضه بده بشكل مستمر صيانة فيعني كثير له سلبيات بس بالمقابل هو بعض كثير ايجابيات تمام يعني احنا بهمنا اشياء محددة انا اريد احكيت لكم اياها النوع الثاني اللي هو سكانينج إلكترومايكروسكوب بهم نهاية المعلومة جدا شو الفرق بين الترانزميشن و السكانينج الترانزميشن إلكترومايكروسكوب الصورة بتطلع 2D السكانينج 3D تمام طيب احنا كمان حكينا الصورتين شو بتطلع بالميكروسكوبين اللي اتنين يس black and white ممتازين طيب اللهم صلي على سيدنا محمد وين بتشوف العينة بتشوف او النتيجة بتشوفها على شاشة ما بتشوفها بالايبيس زي بالكونباوند إلكترومايكروسكوب اوكي المايكروسكوب اللي بعده اسمه اوتوميك فورس مايكروسكوب في لازر مايكروسكوب كمان اه الوتوميك فورس مايكروسكوب اللي هو شو مصدر اللي طاقة تبعته اللي ازر تمام بتطلع 3D مش كثير مهم هذا الجدول جدا مهم لانه بلخص كل اشي bright field microscope dark field face contrast fluorescence هدول الأربعة عبارة عن compound light microscope تمام كل ياتهم التكبير تباحهم ألف تمام هاي معلومة مهمة كل ياتهم resolving power تبعتهم 0.2 scanning electron microscope resolving power 0.02 transmission 0.000 تكبيره 10,000 تكبيره 200,000 تمام بيجي سؤال بيقارن اللي كباناتهم أنا حطت لكم إياهم هون وبعضوا حطت لكم إياهم بفلاش كارد يعني ما بتصير تقسم الأرقام على بعض يعني مثلا مقارن اللهم صلع سيد المحمد العين ب compound light microscope 200 على 0.2 بصير ألف يعني قسمنا الأرقام مع بعض يعني compound light والإكروسكوب بيكبر أو الدقة تبعته مش بيكبر الدقة تبعته ألف مرة أحسن من دقة العين أوكي يا إما بتصيروا تقسموا الأرقام مع بعض بتحفظوا الأرقام هيك يا بتحفظوا الأرقام وبتحفظوا الجمل جاهزة أنا كتبت لكم هون مجموعة من الجمل ومكتوب مجموعة من الجمل بالفلاش كارد and that's it محاضرة لطيفة خفيفة جميلة بتمنى أن صور تكون عجبيتكم إذا عملت صور جداد برفحهم برضو وأهم إشي زي ما حكينا الفلاش كارد رقزوا عليهم ورقزوا على الأسئلة بس أرجع سريع أتأكد أني حكيت لكم كل الأسئلة حكيت لكم كل إشي والأشياء بالنسبة لها يريد تكونوا معلمين معي الأشياء الأصفر هي أهم إشي أي سؤال أنا جاهزة بعتولي فيسبوك أو إنستجرام وإن شاء الله بكون عم بجاوبكم على السري thank you يعطيكم العافية bye bye